السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزئية رقم 11 من الفصل الثالث سنتحدث عن طريقة أخرى لإنتاج الكمبزيت ماتيريال وهو في الحالة الصلبة ألا وهي البودر متاليرجي بروسيس أو طريقة أو عملية تيكلولوجيا المساحية تتكون عملية البودر متاليرجي بروسيس من العديد من الخطوات الخطوة الأولى وهي في هذه الخطوة الأولى لابد أن تكون كل من المادة الأساسية وهي الماتريكس والمادة الداعمة لها وهي الريمفورسمنت كلاهما على شكل مصحوق الناع ويمكن أن نحصل على أي مادة على شكل مصحوق الناع بعد الطرق كما سنقولها الآن الطريقة الأولى وهي chemical reduction of a particulate compound الطريقة الثانية electrolytic deposition الثالثة thermal decomposition of particulate hydrants الرابعة atomization الخامسة pulverization or grinding ثم تأتي الخطوة الثانية وهي عملية البلندينج أو عملية الخلط ولابد في هذه الخطوة من إضافة lubricant أو مواد مزلقة لما حتى تساعد هذا المصحوق الناعم على الانتشار داخل القالب أثناء عملية التشكيل وعملية التشكيل بعد ذلك وهي الخطوة الثالثة إما أن تكون cold combustion أي تكون عملية كبس أو ضغط على البارد أو تكون عملية hot combustion أو تشكيل على الساخن فإن كانت العملية cold combustion يمكن أن تكون عن طريق pressing أو rolling أو extrusion أو injection molding أو isostatic pressing أما عملية hot combustion فهي تكون عن طريق الـ isostatic pressing فقط وإن كانت العملية التشكيل بالcold combustion فلابد أن تتبع عملية تسمى centering والcentering هي عملية تسخين من أجل أن تتماسك الأسطح الخارجية للحبيبات مع بعضها البعض مما يقول المادة الأساسية بمعنى أني بما أني بدأت في البداية بمادة عبارة عن fine powder هذه الفاين باودر أو المصحيق الناعمة عندما أجبسها فإنها تكون هناك بينها العديد من المسامل ولكن بإجراء عملية centering فإن هذه الحبيبات تتماسك مع بعضها البعض ثم نأتي الآن إلى الخطوة الأخيرة وهي عملية secondary and finishing operation عندما نكون بعملية التشكيل وعملية centering فإن المنتج النهائي يكون بحاجة إلى عمليات بسيطة سانوية كعملية الماشيني فمثلا كعملية تشكيل ثقب في المنتج تتم معابلية الماشيني أو قد يكون المنتج يحتاج إلى معالجة حرارية أو قد يكون المنتج يحتاج إلى بليتنج عملية طلاء من أجل تحسين الخواص السطحية للمنتج أو قد يكون المنتج يحتاج إلى كوتنج وهي عملية تغطية بغرض زيادة الخواص السطحية مثلا كزيادة الوير رزيستنز للسطح المنتج